السلام عليكم انا ساميه دبون امتهمة الزوج ديالي بقضية تحرش بقصيرات اللي كانت البداية ديالا من هي حسب الادلة من قديم ولكن تم اكتشاف ديالا نهر خمسة وعشرين في شهر سبعة من العمل الصارم انتي فوقش كتشفتي بالواقع اي هاتي الواقع انا عملت شاركة معه في المركز بدينها في هاتي دبا ثلاث سنين تقريبا تزوجنا كونا شهر ثلاثة من العام اللي فت دخلنا لدر ديالنا الامور عادية خمسة وعشر شهر سبعة طلعت نص انتر عادي بحل اليوم ديالي بحل دائما شوفت الامر كيف مشا وطلعت في حالي عند الاخت ديالي باش نطلع عليها بحكم انها كانت تحديثة الولادة اه فقط اه فايدا بيك ان اه بعد ساعد المقانة كيت تصل بي المسؤول بي دهوجي ديال المركز اه السلام عليكم اصدالة باس مزيانا كوشي باخير اصدالة عنا واحد الخبر ساعي قلي هو قلي مايما اصدالة انا سيفت لك الادلة كاملين اه عبر تطبيق ديال واتساب قبل ما نهضر معك باش تكون عارفة شنو كايين راه زوج ديالك يتحرج بالقاصرة داخل المركز يعني تلميذ المركز وطبعا هاتي ده بالادلة لفيديو تاور اه اوديوس كل شي فقالي انا كرا فقلك الادلة باش تطلع ليهم البنت معانا بحكم ان في ديك ساعة البنت كانت عندها حصة كانت معا اه كان كي عايط لها في القسم وكي قول لا انا غادي مشي في حالين دار تينا طلعن عندي الدار باش ننقوموا بالامر يعني على اساس انه كي عمل لك شي تف المنزل ديالي اه فقط صافي قالوا ليش نو عادي نعمل قلت لهم خليوا البنت معاكم طلعن عندي الدار اه ما بلا تشي تشي حاجة سافي من بعد حالي الصنتر اه 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 هدرت مع العلاق اجبرت البنت في حال يرثالها مسكينة كتقول لي ووزما حسب اعترافات ديالي مانا با حديثت هم بزاف ديال البنات وطبعا كانوا اعترافات ديالي الابنات اخرين صافي اه اه حسب حسب شهادة دياليالبنات وحسب بالأدلة كانت ممارسة من دبر. كانت ممارسة من دبر. ولكن من بعد اللي تابع مع قادية التحقيق بذك شي انا ممطلعش صراحة على الملف بالضبط ولكن انا الشيكاية التي اللي رفعتها رفعتها بهذا ديال تحرش. تحرش قصيرات وهذا. صافي هدرت مع البنت انا بذك شي هو ما 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 يقولتش حاجة ما كيهدرش ما ما والو. صافي كانوا معايا صراحة الاساسي اللي كتشفوا الواقعة. الاسد اللي كانت المدجة معايا في الحصة والمسؤول اللي بيداغوجي. صافي مشينا كانت واحد شوك كانت واحد صدمة ما امكانش يفصف الانسان. صافي لا غدا الاساسي للتحقب الاب ديال بنت هضروا معاه وقالوا له شنو كاين. صافي ديك سعنيتك انا ارفعت اه الشيكاية. ارفعت الشيكاية مع استد احمد قنون. حسب الادلة اللي وصلوني انا كانوا ثلاثة ديال ضحايا. ولكن من بعد حسب الاقوال والاعترافات بنوا بزاف اخرين ولكن ما لديش العدد بالضبط. حتما اصلا ما مطلعاش على الملف اكزاك دمو. صافي صافي اه اه سافت عرف عنا الشيكاية ومشاة المستارة حتى هودنا السمع لنا طبعا في في الشرطة. مشاة المستارة عادية جدا. ما بعد تم القبض عليه. عاوطا هودنا عند قضية تحقيق تم استماع ديالنا وبدو الجلسات. اه مركز ديال دعم المدرسي وتعلم المغات جاف درادو. احنا يا اصلا كنا 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 عملو من تحدي ريتان البكالوريا. ودجا كان مخطط ان احنا نعمل حتان اه الدعم الجامعي وكنا كنا كنا عملو تلكممينيكاسيون تالي زاد يلت. كيفاش كانت ردد الفعل ديال اي واحد مظلوم تخلف هاد القضية را ماقدرش نوصفه لك وخانعيا هدي انا شخصيا ما ماشي هي انا اللي كان هدر معك دبا حاليا هدي واحد سبع شهور هدي من واقع الى يومينا هدر ماش هي انا. اه بالنسبة الوليدين الله يكوا في العون وشي سهل عليهم انه يجي وعندك يقولوا لك نهضر الى رسي انا مثلا وستد ولادتنا في في الامان وضمان اها ولادتكم في الامان وضمان بحكم ان احنا كنا كنا نعملو خراجات كانوا نحنا كنا عنا اصلا صوق والسنتر اكثر من مركز تعليمي. يعني ما كنا شعي كان جاء اي كي جي ويقرروا يمشي ولا كنا نعملو الدعم نفسي. كنا نعملو جلسات كنا نعملو خراجات بزاف ديالامر. ماشي ما اطركم شال الصمعة ديال طبعاً أصلاً وصنطر مبقاشي بسكو أنا أصلاً من الواقعة مشيت في حالي نهائياً مازيت شاوت في الصنطر هو قبل ما يتقوى كان خدم تحت الشائعات ديال أنا بشركة مع الأساسي دعملت هذا باش ناخد الصنطر و هذا كامل خدم السبعة كميل سبعة وثمانية وتسعود ونص داع عشرة هو تشبار جيبانس في النص داع عشرة كانت الأمور ولكن رغم ذلك تأثر الصنطر لأن الناس كانوا كاعدتوا لي أصلاً حسناً ونسجلوا أنا طبعاً ما كيناشي كنقولهم أنا ما كيناشي من بعد من اللي دفعت الشيكاية وهذي قليل المحاميز عمان قل الأمور شنو كين قلت لمرها أنا دفع الشيكاية بحكم أنه عنا بيدوفيلي في الصنطر و هذا رهما أنا ما نرجعشين لك الصنطر نهائياً فطبعاً جاوني أخبار بأن الصنطر من الواحد شيء كبيرة صافي ملي تشبر رغم أنه تشبر كملوه كملو أيام ولكن دبع حالياً جاني خبر أنه مغلق ما معرفش صراحة شكو شدو ولا كيفش مشى الأمور ما باقى العلاقة بناسكم ولا أولاً؟ مع من؟ لا باقي ما فاصلناش باقي مشيتش في مسترات ديال طلاق هو كان رفع طلاق قبل ما يتشبر كرفع داوات طلاق ولكن حضرنا الجلسة الأولى أنا الجلسة الثانية على ما أظن أو ثالثة قدمه وتنازل وقلة من داخل السجن بأنه ما بغاش يطلق ولكن أنا طبعاً ما عادش نكون معاني أياً ما يمكن شيء أطراف دي آخرين يفتهمون ممكن أن أريد أن أتفاق التهم من الدواج ديالي أخرجوه لتلميادات أو أولياء أمور ديالهم ولكن الأستاذ قلت أن تكونوا شي كدو ماذا يقع في هذه التهمة مثلا؟ ماذا قال المقول ديالي أنا افتهم هذا اللي ها نقول لك هو شيء اللي وقعته حالياً في السهادة ديالبنات هو في الأدلة يطعنوا في الأدلة أنا أقول لك أنا حالياً أنا تصلوا بيا الناس قبل ما يخرج الموضوع يعني من غير الله ترفع شي كي يقول سميد شبر تصلوا بيا الناس وكانوا يقولوا اللي راه أستاذا هاتشي راه كدوب راه أستاذ تأكد وكذا وهذه وهذه على أساس كانت تحرد منه أنني أنا بش نزل الأدلة ونصيفة الأدلة عبر الواتساب أو لبش ناس يشوفه ولكن أنا كانت إجابة لي حاجة وحده هو أن الأدلة من حق المخزن ما نقدر نبرتجي هاتم عشي واحد اللي بغيتي هو حر ما بغيش هو حر أنا مش همي أن الناس يتيقوه أنا همي أنه وعمل واحد الحاجة يخذ الجزاء دياله عليها فقط بغل حق للناس يرجع بغل لي تضلم يرجع له حقه فقط أنا تحملت واحد الأمانة هذي ثلاث سنين وأنا هيزها في الراقبة ديالي بحكم أنني أنا كنت جاغون في المركز أنا صاحبة مركز فما يمكن ليش أنا كنت شبر من عند الناس الفلوس على أساس كنقر للوليدات نكتشف هذا الواقع ونمشي بلو ما عملت شي حاجة فقط أدلة ممكن شي ما عنتقه هناك قولك أدلة وش أنا كنشوف بعيني هذاك الزوج جيالي وش أحد يعرف من غير الزوج ديالي هذاك رجلي هذيك الصوت دياله هذيك التور دياله هذيك فهمتيني هذاك كلام وهذاك هو يعني هش عنتق وش كين شو أحد كي يكتب بعينه هو وش نيقل لك في وجهاتك؟ هو جملة واحدة في الأول قال بأن أنا ما عنديش الوقت لي لكن هذا الشي أبخي من اللي اكتشف بأنه كاينة شي كايا بصحدي أنا ومتوقعش أنني عدخل في الأمر القضاء فقال في الأول ما كانش متوقع فقال لي وصلوا بالخبار بأنه وبصحكينا شي كايا تخلف إطار المرغبة والمسامحة وأنا دا بيلة تخطني الحبس شنو يعني شنو عدتتتت قطلوا ما صراحة ما كنتش كنجاوب عليه نهائيا أنا راه تهرد تعرض انتهديدات وبزاب ديال الأمور لصفي صراحة ما كنتش كنجاوب عليه ما جاوبت عليه لم لي كان كيرغب وما جاوبت عليه لم لي كان كيهدب كانوا كيهددوني هو والأسرة ديالو على أساس أنني أنا تهمت بداية بأنني أنا أنا اللي عملت التغرير بالقصيرات وما كنتم سيدة بمصيرتي ملي فتشي كاياو ما تنزلش عليها؟ لا أبدا أبدا بديتا ما تنزلش عليها نهائيا ما تيخد القانون من الحق؟ ما هو الحكم اللي يمكنني رضيك؟ ما عنديش شي حاجة معينة نرضي أنا نرضية رضية بالقضاء الله سبحانه وتعالى ومتأكدة بأن الله سبحانه وتعالى اللي كمش يفترقه ما يخيبوش فأنا متأكدة بما يخيبوش شكرا لعب رحمكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد